للمرة الأولى في تاريخ البلاد قرار حكومي بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصر في لبنان المركزي وصفه رئيس الحكومة حسان الدياب بالتاريخي فيما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون توسيعه ليشمل كل مؤسسات الدولة مواقف رسمية قوبلت بترحيب حذر من خبراء ماليين يرون أن العبرة تبقى في التنفيذ ينبغي أن يكون تدقيقا ماليا جنائيا شاملا لجميع المؤسسات وأن لا يكون محوره مصر في لبنان كي لا تتحول هذا التدقيق الجنائي إلى عملية كيدية سياسية تستهدف محاصرة حاكمية مصر في لبنان وأن تتحول إلى حالة كشف لداتا الأموال وداتا الجداول والقوائم المالية في كل مؤسسات الدولة اللبنانية من أجل وصول إلى اتخاذ قرار سليم موافقة شكلية على القرار الحكومي وتحفظ ضمني عليه هو موقف حزب الله وحركة أمل المعترض على ألية عمل الشركة الدولية المكلفة بالتدقيق نحن اليوم مضطرين أن نعيد ترميم جزء من الثقة المفقودة بداية بالداخل حيث أن المكلف والمواطن اللبناني عليه أن يعرف أين صرفت أمواله وخارج من حيث أن هناك صندوق وعلى رأسهم صندوق النقل الدولي عليه أن يعرف هذه الأموال كيف ستمنح وكيف ستفرق أما الحراك الشعبي فيصر على موقفه بإسقاط الحكومة نظرا لعدم ثقته بها وبقرارات يقول إنها بقيت حبرا على ورق لا نثق بأي إجراء بتكون في هذه الحكومة ونشك بأن هذا التدقيق الجنائي أنه يأخذ منحا إلى الشكل الصحيح صراحة بسبب الخلافات التي تشفنيها في الماضي والخلافات التي تنشأ وطورت المجموعة لهم مشاكلين هذه الحكومة وطورت هذه المنظومة بالفساد والإنهيار لصار للبنان من 30 سنة حتى الآن 90 يوما هي الفترة التقريبية الفاصلة عن صدور نتائج التدقيق المالي أيام تحتسب من عمر حكومة يقول مراقبون إنه مضى على تشكيلها 150 يوما من دون أي إنجاز واحد يسجل لها تتساءل الدوائر المالية عن قدرة هذه الحكومة على تنفيذ قرارها بالتدقيق المالي الجنائي مع اشتداد طوق الأزمة على العناق اللبنانيين وعجل الحكومة عن وقف ارتفاع الدولار والسلع الغزائية وانقطاع الكهرباء واستمرار احتجاز أموال المودعين في المصارف جين عفيش الحرة بيروت